اشتركوا في القناة 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 بسوسة الباريير اللي تزيدوا وما كانوش موجودين فتغشوا بالجداء بالجداء وسائل التواصل الاجتماعي قالوا ذا إعادة تهيئة مرة أخرى كأنه قفص معناها متاع جماهير شفنا زادة إعادة تهيئة شفنا الكريسي اللي هما نفسهم زالوا موجودين اللي بالحديد هذوكم لمصدين ما شفنا حد شيء تعليقك على التصاور هذو مسامير السلم قبل كل شيء ملعب الشادي الزويت ان السؤال اللي ديما نطرحوه طوام من سنوات علاش تسكر هذا هو سؤال لولاني ناس تقول عالسيكوريتي وناس تقول عالقرياج والكاف ما وفقتش عليها عالقريتي متى العباد وناس تقول عالك التوامت على القردان هذيك وبرشة مشاو في الفستير ومشاو في القزان أنا ملعب الشادي الزويت نعرفو نعرفوهم ليح ولو خيان كيف كيف يعرفوهم ليح ملعب بالمواصفات أو كيف هو ينجمو يلعبو فيه ينجمو يلعبو فيه خاطر فاما في رق كثيرة تترانى في ملعب الشادي الزويت تكريه وتترانى فيه ونلاحظوه انو ما فيه حتى شيء النقطة الثانية الاساسية انو ملعب كورة قدم لابد ان تتوفر فيه اولا الساعة الراحة للجمهور قبل كل شيء وانو يتفرج في ظروف تكون طيب هذي المبدأ لولاني بتاع ملعب كورة قدم احنا مناش باش نبديو ملعب جديد احنا باش نعاودو اعادة هيكلة ملعب الشادي الزويتن باش يحتضن المباريات باش يخفف العب على ملعب رادس في انتظار ملعب المنزل لكن هذا يجي بقرار امبروفيزي من الرئيس الجمهورية ما كانتش فاما بروجينة اعادة هيئة الشادي الزويتن كان منسي ثم بقرار من الفوق بقرار سيادي بقرار سيادي كما هو الحال لكل المشاريع الاخر يا اخي ملعب المنزل شنو ما هو بقرار سيادي بعض التعطيلات اللي صارت فيهذا هذا منها موضوع مفروغ منه ولكن انو كم وقت اللي رئيس الجمهورية يمشي لزويتن ودعتي تعليماته وقال في التصريح الشهير بيش يحضر دونك مل مفروض انو يكون جاهز بدون الدخول في عملية اعادة هيكل للملعب هذي ما هوش في حاجة لإعادة هيكل بعض اللمسات الخفيفة وتنجم يعطينا متنفس للمباريات في انتظار ملعب المنزل هكا ولا يرشيد يرجع ملعب المنزل ثم عادوا نفكروا في اعادة تأهيل ملعب شادي الزويتن وبالتالي هالي عملوه هذا الكل وانا نرى انو ما هوش شي موجب حاليا الورجنس انو ملعب شادي الزويتن يفتح الابواب بتاعه مع العلمة انو صارت مصاريف كبيرة عالملعب هذي خلال السنوات الاخيرة كبيرة ياسر اخرها كي ما صرح اخونا وصديقنا عادة دبابي هكا صرح في عيميد عيميد دبابي صرح في الموضوع انو الكاف طلبت غرياج وعملوا غرياج ويتكلف لجنة صلوحية الملع دي ما تطلب حاجات اللي هما مهيش طلبتهم الكاف في تجيل الكاف تقولك ناحي عليها هالي باريير هدو هذيك عليش هنية تقول اغلبية لي كومنتيري انا حكاية لي باريير ما عطتي حتى امور انسانية ماش امور انسانية معنا شوف او الحاجة غيمن الملعب هذي يراه ليه السنوات بعد يتخدم بشي يرجع دونك ما هوش بالعكس كان جاهز الملعب هذي والملعب هذي والسوار اللي ريتهم توا تعاود ذكرنا بحاجة مهمة اللي هي تقريبا الخيط في نحكي في مسألة تهيئة الملعب والعليقة بالجمهور منذ 2011 هي ان الكرة في تونس تعكم فيها سلوطات الامنية وهذا اشكال كبير ما بين لجند سلوحية الملعب وما بين ما طلبته الكاف تعرف الاخر شكون يقرر الامن 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 اليوم في تونس وذين قول ليه قول ليه مني مش قاعد نحكي في تابو ولا عنده خشية ورهبة تتجيوز المعقول والمقبول اخي الامن شنية خدمته الامن خدمته في مباراية الكرة وانه يحاول يردع عن ترقيميل اقلية اللي هايجة واللي تفسد في الجو احنا بلادنا بلادنا متاع مغرومين متاع مهبلة متاع كورة كما في ارجنتين كما في اطاليا احنا ثقافتنا متوسطة معنى عمرنا منا بشيكونوا عنا جمهور كما في انجليتيرا متاع ناس تصفقوا داخل صارفة مية دينار بشتو دخل دونك احنا الامن عطل بكل وانا نعرف مليح الميل فاذايا بكل ما اوتيه من جهد بور ايفيتي الاشكاليات تعمل عبزويتن ونفس الشي راو في راتس قديش ليك في ملعب رادس مريدش استاد معنبي قديش ليك فسار لي فينا لتوال وبيجة عليش منحلوش استاد وخلي يسيد مش يدخل خمس وثلاثين الفا عليش الطاقة القصوى الملعب رادس الرسمية لأوتوريزين حماية مدينة والامن هي خمسة واربعين الف اكثر شوية تقريبا لا اكثر اكثر مره بارك انا محبش ندخل الشعبوية متاع الاموال العمومية صار فيه ستصرف اشار ليها سامير قبيليك نحطوا غرياج يجي قولنا الكافيدي مانيش طالبين في الغرياج عاودني لغرياج عليك خاطر الامن اطلب يقول دي قول الامن يقول دي راك اللي تعمل فيه خارج الزمن الغرياج هذوما هذوما اللي يعملوا ديز اكسيدان ووقت تصير هبة الناس تتغفز هذو هذيك تولي سلاح ابيض هذيك في كي تاكل بعض هذيك الناس تتغفز دونك الال استاد زويت اللي هو استاد قديم احنا للأسف قاعدين نجمروا في الاقديم في تونس ما عنيش شوى اخر الا الاصلاح ما عنيش مشاريع كبرى فانو استاد هذو هي قديم اصلاح ولا ترقيع موراد ترميم ترميم ايه ترميم هو استاد قديم من عند ربي زادوا وعملوا عليه الفلسفة في التهيئة متاع الجمهور متاع الثمانينات والتسعينات كي ي كمبلتمن دي باسي دي باسي تمام ومش في اروبا بركرا ونحنا تاو في الفين واربا وعشرين رشيد حبنا اخو معاك بولي اخر لحقيقة عندي شوية اصدقاء ملعباي قاعدين يلعبوا تاو ويلعبوا ديماتشاميكو في زويتن ولا يعملوا دي سيانس انتريمان في زويتن راهو تراب متاع زويتن راهو متبدلش منذ منعرش معديش المعلومة يظلي منذ كان الحبيب بورقيبة المرحوم رئيس معانتها متبدلش جملة يبس الي امبراتي كابلو خايب بارشة بالنسبة للملعبين متشوفوش اخضر هكيكا ما راهو عائق للعب كورة القدم الناجم اليوم نلعب فيه ماتش متاعبو طولة رابطة محترفة الاولى لكورة قدم ولا لايرشيد نعرف كتي تعرف الاستاد اذا مشيت لك محب ومشيت لك مسير وتعرف ما عندك عليه شوية تفاصيل شوف هو له استاد لممارسة رياضة كورة القدم الناجم يكون حتى اخير مباشرة استاديات اخرين امولي جوي ويلعبوا فيهم انديا من رابطة المحترفة الاولى وتلعبوا فيهم ماتشوية تليفيزي وغن ديريكت وكل شي للممارسة عن رياضة اكا هاو ما اتمنى نحكيش عن الجانب بتاع الجمهور على الماتش حديش كوترة حديش ينجم يلعب وصار فيه ماتش كوبدة فريق لو كان مشغل بتاع الفريق الليبي اكزاكتو مواجهة امولا نادي الفريق يلعب مع ناجم هذه السيحة اللي عمناه مقابلة وضاية على زويتر يدرب برشا مرات بموان نحكي على الكالي عشتوان يدرب برشا مرات يمكن في السنوات الاخرى يمكن يدرب بمعدلة يمكن 30 حصة في العام في زويتر مع ثم شهر كتلمهم بعضهم في زويتر 25 حصة وذي منذ سنوات حتى وقت اللي موجود كل شيء صحيح والله نزل للممارسة على الرياضة يتعدى رغم اللي ماهوش في حالة اللي تحب تشوفها الناس وفي الحالة اللي باهية للملعبية وبش توفر لك معتها اللعبة باهية وماتش باهية كل شيء المشكلة اللي يقعد هو ما نجمش نتحدث في تكنيك ماه على الحالة تعلق الغازان لكن اللي نجم من اكده اللي هو خير من ملاعب يتلعبوا عليهم من برشا ملاعب يتلعبوا عليه مباراة اوفيسيال وعمرهم مسكروا تقعد الاشكال اللي هو موجود مننا في 2011 اليوم من ناس اذيه هو عملية التعاطي مع الجمهور خاطر اليوم ميغزرولو استاد اذيه ميغزرولوش على البراتيكة سبور ولا على الكمبيتسيون يغزرولو اسكون حلو اسكون بشوالي لنا مشكل اخر تاع جمهور ولا لا هذا هو التعاطي هذا التحليل تحكي على البرابور على البروكسيميتين بتاع استاد منا عرش على اليوم أنتو ليكا من ناحية التاقة الاستيعاب يقول لك باش نحل على روحي مشكل لنا الافريقي والتراجل يجيوني هنا يا جماهير متاح مقدير باش نعطيهم طاقة استيعاب البروكسيميتين كما تحكيينتي ديجا هما معنتم الحاجات ينتخيل لدوم اللي خلاهم يسكروا ان شاء الله اليوم احنا ديما نعملو بالعكس نعملو بالعكس اكزاكتنا احنا ديما اللوجو كل الاسباب باش ميتلعبش في الماتح باش ميتلعبش في الماتح كل اسباب غير الرياضي احنا تونس احنا تونس وصوصة وقت بناه في الاربعينات جيواندري كانوا طواحي وقت بناه استر المنزة في في ثين وستين ما كانوش فيما الاحياء السكنيات ايش نعم ودونكتروا ما نستغلوهمش هو هو تحدث على الموضو مش حتى لما حاليه معنا كان مباشر فيه الرئيس الجمهورية تحدث ديركتم وقال شنو وفما سفارات باش تتقلقوا وزارات ومش الصافر خليه يتقلقوا اينا باش معانتها نؤمر انه يرجع ويتلعب فيه على كل ان شاء الله يتصير اعادة التايا ان شاء الله يولدي حاضر ماش تقولها يا عالتايا هي رياضيا حاضر اصلاد اذاك حاضر يولدي يتريقل فيه اقل من جمعة حاضر 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 استاد اذاك حاضر الا اذا كانت يتكلم باسم بعض الاجهزة الامنية اللي يتعمل في الوبيينج ياسي كان عندك اجندة كل الخمي توجيب بحديك غدوة عندي اجندة ماذا بيت استادعاني ياسي مورا مرحبا بي الآخبار الثاني يخص النادي الافريقي بش نحكي عن نادي الافريقي اذا عنده ما يعلق ولا عنده ما يضيف ولا يدلي بيدلويه لك المجال فوزي البنزارتي يعتذر عن تدريب نادي الافريقي حاس فود فانكات لزمينا محمد العبداللي نعرف محمد العبداللي في علاقة باخبار نادي الافريقي يقول عالمة فود فانكات مدارب البيضاوي فوزي البنزارتي ابلغ هيئة النادي الافريقي باعتذاره عن تدريب الفريق خلفا لسعيد السيبي حسب مصادر خاصة فانه نادي بيب جديد هيئة نادي جديد قد ظلت في كل مرة تستجيب لطلبة فوزي البنزارتي قبل ان يفاجأها مساء امس بارسلية قصيرة اعتذر فيها عن قبول العرض كذلك يعتبر في الارتك اللي يقولون انه البنزارتي اضع وقت كبير على هيئة نادي بيب جديد لتأكد بصفة رسمية انها بصداد مفاوضة مدرب يحمل اسم كبير في الكرة الفرنسية والافريقية فيما سيظل جون ميشيل كافالي حلا بديلا في صورة فشل المفاوضات مع مواطنه المعروف هالفوكاليزاسيون على فوزي البنزارتي يكزاجيري معناها نوش نحك عنه دي الافريقي في تونس بصيفة كاملة اللي بش باد المدرب يمشي الفوزي البنزارتي ايه دا ظل اللي قيمة فوزي البنزارتي والخبرة والخبرة متاعه والتجارب متاعه خاصة التجربة متاع عامنا والاخيرة اللي وضعية النجم الرادي السياح اللي كانت مهيشي وضعية سليمة وجاء فوزي البنزارتي وتغير الحال وتحصل النجم على البطولة بالنسبة للأندية التونسية ما غير بمعناها ما نحكي عن نادي الافريقي لأندية التونسية كي تبدأ في وضعية هكاية تقول لك نجيب فوزي البنزارتي اضمن بالنسبة لي ايهانك خاصة انه نادي الافريقي حاليا يلعب من اجل الموتولة وباليفكتيف اللي عند الافريقي والامكانيات اللي عنده بطبيعة حال ما مدرب عنده خبرة يقول لك المسؤول انحط روحي بقعة المسؤول هيا مديرة نادي الافريقي تقول لك يا أخويا الحل الانسب هو فوزي البنزارتي علش انا موجود فوزي البنزارتي ونخم على حد اخر ربما ينجح ربما لا متفقين معك لكن مثال يقول لك دقوا البيب وسمع الجواب دقوا البيب وسمع الجواب فوزي البنزارتي قامة من قامة التدريب نمشي ونسأله وشنو المشكلة لكن الواحد اللي صار ربما هاي اللي قلت انتي اذا عط الوقت متاعه اربعة ولا خمسة ولاستة ايام واحنا فيه نادي الافريقي خاصة يجري ورا الوقت ماذا بيه يسكر ملف المدرب فوزي البنزارتي ودعرف ماذا اهتمامه بالنيد الافريقي وماذا محبته للنيد الافريقي هذا كله نعرفه انا وعشته ولكن من الاول اذا كان انتي ما عندكش الرغبة انك تدرب بالنيد الافريقي اقول من الاول بيش تعطي مجال او وقت اضافي للهيئة المديرة ما تخليش ثلاثة اربعة خمسة ايام خاصة وانه الهيئة المديرة تو اسمعت من عندك انا والله لا عنديش معطيات استجابت الى ربما شروط متاعه ربما تكون شروط مادية ربما شروط فنية ربما منعش هنا اشياء ده ولكن استجابت في معظم معناها الاشكاليات اللي كانت صارت دوق اسباب مهوشي معناها ربما عملية الرفض كانت ربما ولا الاعتذار بلياقة ولا باقة تكون من الاول اخوي تقول انا عندي ارتزام معنوي ولا كذا ولا تعاقدي مع الوداد ومانيش في حاجة لكن في المقابل كذلك باش من طولش بارشة الهيئة المديرة امتاعنا دليفريق اكيد انا عندها خطط بديلة وعلى ما يبدوش تكون اجنبي حسب والحلول البديلة هذه ماذا بينا نتمنى انه من الادارة متاعنا تكون سريعة في اخذ القرار بانه كنهار بحسابه مراد زغيدي في انتظار الحل البديل سعيد سايبي تقريبا اسبوعين وداخلين في الاسبوع الثالث منذ ان تمت ايقالت وانتروتون هدي الفريقي مازال من غير مدرب توا فما تريف هل التأخير هذي يذر بمصلحة الفريق والا يقول لك ما زال الوقت ما زال تفهم تريف ولا داعي للتسرع هو مفارقة البلاتو هذي خطر هيا المديران بتاعنا دي الفريقي معانا في البلاتو انا نغالت نظري نحكيه نظري نحكيه في المطلق اي لا نحكيه في المطلق خطر كان جيت البطولة بشترجع الجماعة الجاية باتريغراف اليوم في كل وضعية ناديران وينصير اللي تنجم في المجامعية تأخوا شوية وقت قبل ما تأخوا قرار سورتو انتي توا معانا خرجت من فاز بتاع شامبيوناه وعندك فاز اخرى بتاع شامبيوناه غروس ومودوه ما عندكش ضغط متاع جمهوري حبك تهز تيتر يبدو لي حتى المركز الثاني سنة نجم تقبل بيه معانا على العموم مهم تكون يكون ترشح افريقي على العموم انا هكرا من بعيد مش الضغط المسلط الهاتي هالدرجة ثم يبدو انو فما شبه اجميع انو المدرب الحالي ما هوش بش يقحت معانا الوقتي يعني قصده ايه الوقتي معانا الجمهور معانا ما زالت عندك شوية وقت باش تاخو قرار مرات من المستحسن من المستحسن الروبريز متاع الويه هتكون مع المدرب مع المدرب الحالي ايه ما زال عندك كلاده جمعات لا لا مش ارجعوا الولادة راجعوا الولادة لا لا انا مش حكي على التدريبات حكي علماتش الجيء لا لا ما زال برشة وقت لكن انا بزلي انا كنت نتمنى بغطة والي صار صار كنت تتمنى انو العودة للتمارين تكون مع المدرب جديد ما ما صارش على غير على ذاك المدرب المساعدة تعازينة لمحمد الحاجعلي وكذلك حسام حاجعلي في وفاة الولاد متاعهم تعازينة الحارة انه لله وانه اليه راجعون رشيد بالحق معتك ان عندك مضيفانة في النقطة هذية سنو نتعدي لهو الموضوع الوحيد اللي معنى مخاول بش يحكي عليه هو الظاهير الايسر بتاع ناميبيا معنى حتى عليقة بني دين فريكي وليومس اضافة ترشيد زملي بش نحكيه على الظاهير الايسر بتاع ناميبيا وافانسان ترغامبيا مع هذية تولى الارتكال جي قبيلة شوية اذا كانت تحب عندك مضيف ولا وصار كاكاو على السوق الدولي اذا عندك ما حاجة تحب تقول لجمير ندي الفريقي في خصوص موضوع المدرب ولا فوزي البنزارتي مش عطينا معلومة متاعش صاروش ما صارش شنوت ناجم تقول ندي الفريقي في خصوص موضوع المدرب حاجة الوحيدة اللي هي دي ما اصعب من كونك بش تلقى مدرب في الصيف دير الاستيواتي اللي في ندي الفريقي فهي عدة اندي اخرى اليوم بخاطر عليها شي خاطر بش تلقى معت معظم المدربين دي جاغونجاجي اللي انت حاطتهم في الشرط اللي استمتاعك ولا اللي تخمم فيهم والمدربين اللي تطمح ولا اللي في تفكيرك يتمشوهم عن ندي الفريقي جنرال ما يفضل ويجيوه في الصيف اذا كان ايش دي ما تكون صعيبة كو سوى ندي الفريقي غير ندي الفريقي ان شاء الله تفاصل كما معتا جارو جوان كلام سيمير وموراد اللي كونو صحيح معتا كلم لنا المستحسن كونو يكون معتا يتسكر الدوسي في ساعة لكن ما تمش الضغط اللي خليك تختار عطيني نجيب مدرب وك هاو جست فمتا وك هاو ان شاء الله نتخيل نتخيل بشي بشي تسكر الدوسي معتا تري بروشين ما ان شاء الله ايه والا تخي بيان توك هاو وفي راهو دي ما نعود نذكر راهو دي ما الروك متا المدرب في ديسمبر راهو مختلف المدرب في السيف حتى زادة ثم المدربين يخافوا بشي يجو في ديسمبر راه معتا مشكنش الهيئات وذي راهو للأندي تونسي الكل قاعدين نشوفو فيه الاكزامبل هاو هاو عنا ثلاثة هندية في نفس الوضعية اه 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 اجنب بيولا تونسي مدرب ملعبش الخبر الثالث والاخير مش بش نطاولو علي برجة اه نعرفو غدا بشتدة الكوبدافريك اليوم بديت الكوبدازي اه قبيلة شوية كان المعوعد مع حفل افتتاح في اه في قطر في ملعب الوصيل اه تابع فيها كوبدازي ولا ايه باتباعة الحال عما كنت نتمنى ما تكونش نفس التواريخ متاع مستوى التنسيق بين الاتحادات اذو ما اتحاد الاسي واتحاد الافريقيا حتى الفيفا زادة دو كمبيتشيون كبار كبار يتلعبوا في تقريبا في نفس الوقت هاي شنو نتبه ونحنا نتبه شنو نعمل مشكلة مشكلة كبيرة وانسان يبطل خدمتو الدنيا كل يشد الدار مصباح للليل وما عاش نجيك لنا الليا فيه وما عاش نمشي للحوار وما دام شوتو هاكا وليها ونرخوا الليخوين تفرجوا مسباح للليل في الكرة بالعكس مسicha twenty two ما دام Shimani مصباح للليل في الدار يتفرج في الكرة انتございます يعني أنتي مرادك تبدأ في الدار تتفرج في الكرة مصباح للليل تكون م respect وهذا Heenaديجام معاش نتفرج في الكرة متصباح للليل صحي عديت العمر هيكا أما ماتش كبير، لأنك مش تفرج في قطر ضد أسباكستين، مش تكون مغروم يسر، أما عندك تفرج في الكائن، عندك المغرب وعندك نيجيريا وعندك الزير، أذي كابوليكيب ناسوياً بتاعنا حدثوا لحرج، أما بمسيور اهتمامك يبدأ بالماتش. مراد النجم يختار الماتشويت اللي حب يتفرج فيهم. أحنا أبليجيين، فش تتفرجوا؟ أحنا أبليجيين، فش تتفرجوا؟ تولي خدمة ذيك الفرق هاي. بعتوا نحكيوه على الأنجل، لأنه هذا المتضررين منه ما لاشناء؟ هو الأنجل، صور نحكيو عليه بعد شوية. كيس اسيا كنت فار شوية، وانتي صغير؟ شوية، مش الاهتمامك ليه. مش برشة هاي، محا للأمانة، معتها في البريود معتها على خاطر قبل ما كانش تتعدى ياسر في كلها، مش كما تود، وقبل حتى نتبعوا الأخبار متاحا، نتبعوا شكل ميربيوتر، شكل ريزولتات، صورتو، بعد موانا حكيو علينا تغرامت أكثر وقت الساعة دي عامت برفومانس فاربا وتسعين، ولا حدي تبع أكثر أندي تعالخليش عاملة غاديكها وكل كهونا. إننا نذكر أخر كيس اسيا لحقيقة تفرش فيها كانت 2007 وقت اللي هزتها لعراق، نذكر وقت في الصيف ركزت مع عمد إذن فلت حتى ماشا، نذكرهم كل وقت عراق وساعة. إيون بلوس لدات متاحة دي ما مهمش مضبوطين. مش مضبوطين. مش مضبوطين. مش دي ما جانفي، مش دي ما في الصيف، دوك داك علشي خالي بتاتر الاهتمام بها مش كبير برحب. حتى الاهتمام الإعلامي على مستوى العالمي يمشي للكوب دافريكا، تلقى ثم أكثر نجوم بين ذفرين في كاس أفريقيا. نحن مع الجمال الذفرين. نجوم نجوم؟ أكثر بين ذفرين ولا نجوم بين ذفرين؟ بش ميتغشو جمعت. إيسا يقول لك حتى هنا عنا نجوم، عنا سون، عنا قبل كبارك جي سونغ، كذي، دوسر، كذي. نحكي تنسية على الكاس أفريقيا، آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي والتواجه إلى الكود إيوار. نسمع شوية التصريحات ليس العشوري بش نسمع جلال القادري ومنتصر الطالبي جلال القادري متفئل وإليست يسفي بالتحضيرات اللي قمنا بها نسمع التصريحة. أ 무슨로 رب يوفق، أصبح للمرحلة الأولى لتعالي الصعدادات كيف يحب إنا، وصلنا إلى الأيوجيكتيف جلال. الحمد للآخر اليوم، نحن بالتباست، هم شيء مثل لسابات. الدرجة الجهزية ملعبية بعدها في أكثر بشيء لتعالي. أصبح الأيوجيكتيف جلالي أوجيكتيف، سوف نكون في أفضل حالاتنا. يجب أن يكون رب يوفق أسمى عزاد الياس العشوري تحدث على أهمية أن الجمهور يركز مع الگروب وليس مع الياس العشوري أتمنى أن نستطيع أن نستطيع أن نستطيع أن نستطيع لأن الجمهور ستكون مختلفة لكن لا أتمنى وإنما سأفعل بشكل جيد أعتقد أن هذا الوقت فقط قبل المدارة من المدارة الأولى لقد لم أتمنى أن أفعل أفعله أفعله قبل المدارة لا أريد أن نناعلق أننا لم يقلق الأشخاص ولكن أتمنى أننا الملذكر والعمق أفعلة مسحي لأحدث ولكن لا أريد التساق لقد أعتقد أن هذا هو جميل ونكمل مع التصريحات منصر الطالبي يقول المجموعة متفعلين ويتوجه في رسالة لجمهور المتخب انتظر المحركين في اليوم سيكون الكمبيتشان difficult وفي البيتدات في النبيبي لا يمكن موحل المشأن مائح لدينا جزء مائح لدينا جزء جيد لنحاول ان يفرق كل جميعانين يفرقون جدا نحاول فرحوهم ونفرحوهم ونعرف العشان في اليوم ويجمعون جزء فرق هذة ماذا نستطيع التصريحات في ميكرو اشتركيزي على المباراة ناميبيا قومو بمصبت التركيزي على مباراة ناميبيا عليش آآ بريمو خاطر ساعة القرى آآ اعطاتنا معناتا حاجة بيه اللي كونك بديت مع ناميبي ما بتبداش مع ماليو لأفريق دي سود لي هما آآ لي هما أعلى و أصعب من ناميبيا بيانسور ولا اي بيانسور ويوم كون دي زاودسايدر دو لكس معناتا في الكمبيتسيون ماليو لأفريق دي سود آآ اليوم في الكمبيتسيون اللي تعدون منها أربع مئر تروازييم كي تعمل تروى بوان خمسة وتسعيم المئة عادية لبيتيام دو فينال دونك تهوريكم كيف تضمن دوزيير ما ت guessing دوم ابتسيون الود Prom 저قم يتهرون من لا ت inspector الديوي أممم مثل الناس له معنحت تروى بوان خمس واسعين المئة يتعدون دوري Internit mah therefore ще احنا يتعدين في تساعتاش بتروى بوان دو می دونك هذه النقطة الأولى النقطة الثانية لا تتعرضي على ظهر الانتبارات ساعة سيفتشه يتحفى برميي تور ويحب الذاوا يكون في المرتبة � thuال iron علش خطر في البول متاعنا نلعبوه كونتر ثاني تاع الجروب دي واذا كنتوا في الثاني تلعب مع اللول تاع الجروب اف لول تاع الجروب اف بربما ما بش يكون المغرب كين كاملوا بين افضل ثلاثة ثلاثة بش نلعبو مع المتعرش عنهم خطر ما تعرفش كونهم بش يكونوا لارب عمير ترازيام اما تونس دو بريفرانس توفى يا لولة يا الثالثة خطر توفى الثاني تسعين بالمئة بش يجيك للمغرب في الوتيم دفين مع دي بلاسمن طويل بشان 8 متر كيلو متر اذا كنت أفضل افضل نميبيا ثم سايا نلعبو باقل ضغط نتخيل في المقابلة الثانية خاطر لدوز ادفرسير اللو خيرنا متاعك على المراتب لولة اشترابو كتوب عطف بش يضيعونيقات والانتظارات بش يكون بتباتل حال خير ملكان اللي فاتت ومعنت انك تكون مينموم معناها تعمل كاردو فينال حسب رأيانا بش واحد يكون واقعي مينموم كاردو فينال مع ماتش دو ريفيرانس كما صار في نيجيريا مع ضد نيجيريا اذا كننا عملو كما مصر فينو 19 تكون 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 كبيرة ببارشة دومي فينال دومي فينال اللي هو هذا الهدف المشهود تكون 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 كبيرة ببارشة فيو الكاليتي و البرتنسيون ومتاع الزادفرسير الكل مراد التركيز على يميد ومنصابه على مباراة ناميبيا بشكل كلي حتى زوج مقابلات الوداية لعبنا فيهم بسيستيم ولا بتشكيلة اللي تقرب اننا مش نلعب بها ضد مباراة ناميبيا اننا نبدأوا بناميبيا مش بجنوب افريقيا ولا بمالي تبدل حاجة تنقص حاجة تزيد حاجة سهل 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 لانه سيسابيل ينمونتي بروغريسيف وهو السيناريو المفضل لأي مدرب في العالم معناها ان كما قال صديقي رشيد معناها تبدأ بالضعيف بعد المتوسط ومبعد الاقوى وبالسيستيم هذي الكوب دافريقا 24 معناها تقريبا اذا كان عملت اربع نقاط في الزوز عندك شكل ضقت الكبير في هوا عليها روانو تركز على ماتشباركا لانو انا اللي نعرف انو فريق هذي عنده هدف يوصل في المي فنال او اننا مليش في منطق ماتش بارماتش نورما ندخلوا التورنون هذي عفل انو بكل وضوح معناها انا يجب أن تقول مالغاً لما تجعلون ذو الومدارب لم يكن مشتول سألتك هناك ليس عجب لأنها تقول و تصرف أنه ينفيزنا و يجب أن نقود على الخبار على المشارع لطيفين وهذا هو مقادر الذي يجبه على المدارب لأنه لا يمكن أن يدع上 بعض التعالية لأن أشأل الإطارات لأننا لاحقاً مثقول لاحقاً لم تكن لم يكن مشتر والقشير لاحقاً 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 لا نستفقد لأمر الأخرى فرق الأخر لأنه ما تشلول مهوش هذيك المعيار على عكس ما يقوله البعض نجم تبدل ما تشلول ضعيف وتوصل وتوصل صحيح ذكر إسبانيا كوب جيمون دل فين وعشتر خسرت ما تشلول للي ومعض ما وقفها حتا حد دونك السيناريو هو نعر المدربين يحبوش يقولوا لي وندر شنوه والقرعة لكلنا كيف كيف لي لي جيتنا أحسن مجموعة ممكنة وأحسن قرعة ممكنة أكثر من هكا ما نجموش نطلبو حاجة أكثر من هكا في الموجودين هكا أحسن مجموعة نجمو نتاحو فيه تقريبا عموما على العموم على العموم دونك معنا حتى عذر إذا كينا من الدخلش الكان هذيك من الاخر من الاخر جيمون دل في Yetiim دونك اللي جي كان للكوب دافريك لأخراني ما كناش في مستوي داخلي ناس كول تقول تحكي عالمغرب باركور متاعنا مكنش مخجل راو في كاسر حاله سامير انا سألتك سؤالة داي مع انتها قبل دون فنعرف الايجابة متاعك وفتالي فشمشي معاك ديريكتو مان للامور الفنية نخفز دينا اللغة الخشبية ساعد تقلقني شوية اللي هي شناية لي بتاع بارماتش 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 نعرف وقتنا عمله وقت الانترينير يعمل ريونيان مع رئيس الجامعة دي كحالة استثنائية بارا يقولوا ما هوش حاضر رئيس الجامعة او من ينوبوهو بالملعبية يقولهم لاولاد بنا حكينا في البريمات البريمات بتاخذوهم كيتوس والكاردو فينا دونك تقوليش ماتش بارماتش معانا معانا كاينك انتي كي 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 بش تعبر ولا بش تصرح بالهدف متاعي في تأس العالم هذيه بش تكون ينعتوك وانك اصرح بيه المدربة هو صرح بيه المدربة ايه الملعبية نحكي على ملعبية طيب بعد شوية ناسك على هل ينجم يبدل حاجة او ينقص حاجة عدم وجود رئيس الجامعة سيد ودي عجيري نعرف له هو الرجل رقم واحد في الجامعة في اللي كي بناسيونال ولي كلمته هل هذي ينجم ينقص حاجة وإلى ليه؟ طيب نسألك سؤال بعد شوية سي مورات بش نحكي عن تركيبة وسط الميدان سامير برح كنا تحدثنا عن عديد من المعطيات الفنية بالنظر لإسنتاجات المبارتين الأولى وثانية ضد الرأس الأخضر وموريتانيا ماذا تنتجتم ماذا تنتجتهم؟ ماذا تنتجتهم؟ ماذا تنتجتهم؟ ماذا تنتجتهم؟ استنتجنا أرقام وإحصائيات مع انتهى وش كون العب 90 دقيقة وش كون هذه مع انتهى حسب المؤشرات هذو ما معانته بش نتحطوا اليوم على وسط الميدان تركيبة المثالية لوسط الميدان حسب الخصال المتاع الملعبية كيف شوفها ساميرا سليمي نسمعوا واحد من الملعبية الكونسيرنية بالبوست هذيو نسأنا منه برشا بن سليمان يتحدث على المنافسة في مركز وسط الميدان في الوسط ما شاء الله تباركال لعننا برشا جوريتا ويلعبوا في جماعات كبار في اللي يلعبوا كل جماعة معناتها ثم كونكورنس ثم كونكورنس لازم تكون بالنسبة لينا في الليكيب ناسيونال لازم تكون برشا جوريتا ناجموا يلعبوا بنفس البوست معناتها احنا كل من نمشي ويدنا بعدنا واللي مش يلعب ربي معه واللي مش يلعب يشجع أصحابه كيف كيف سخيري العيدوني بن سليمان بالرمضان وحمزة ارفع شنية التركيبة المثالية وحسب الخصال الملعبية وشنية ديسبوزيتيف المثالي حسب الخصال الملعبية ساميرا سليمي انتي وشنو طالب من الماتش وكنا تكلمنا انه هذيا تقريبا الاولاد كيف كيف قالوه هذيا اسهل ماتش لنا في الجروب هو الماتش لولاني معنا ميبيا وبالتالي كيف يكون هو الاسهل ماتش من المنتظر الكورا ما نعرفوش عليها انك تاخد ثلاثة نقاط متاعك فبالتالي مش تلعب بطريقة هجومية وكي مش تلعب بطريقة هجومية بش تختار اللاعبين على حسب امكانياتهم الفردية ومدى تأقلمهم مع باقي لاصحاب متاحهم في التيران وتوظيفهم فوق الملعب ما نشكوش في حاجة انه المستوى تقريبا تعلم لعبية تعلم لوتيران متقارب نحيه السخيري وهو اللاعب الوحيد اللي ينجم يحذق المركز ذاك وانا كنت كلمت قبل الكان قلت نتمنى احمد خليل كان يكون موجود لانه اللاعب الوحيد اللي نجم يعاوض السخيري بالمواصفة ذاك هو احمد خليل في البوست ذاك عيدوني امكانياته كبيرة ما ينجمش يكون قدام الديفونس بالرمضان امكانياته كبيرة ما ينجمش يكون قدام الديفونس هذه الكلام كنا قلنا وبنسليمان نفس الشي دونك في النقطة هذية بالذات الملعبية متاع وسط الميدان لكل لعبه بالسنة زوز ملعبية اللي هما حسيم اتقاء وحسيم الحاج محمود الحاج محمود هو الملعب اللي يلعب في بوستس خيري مستبعد مستبعد انا حسب ما نستنتج من تفكير متاع جلال ومتاع التعامل بالماتشوات الخرانين الزوز انا مش نلقى قدامي ناميبيا تلعب الدفاع تسعة التالي مسكرين ويستنوا فيك لانهم بالنسبة لهم هما التعادل نتيجة ايجابية وراهو ناميبيا ما هي مش تخرج من المناطق الطاحة الا ما تستجلها هدف سينا مش تمرجك بلغة الكورة ما هيش خارجلك دونك مش تلقى المساحات الضيقة وبرشة دويل وبرشة وانجاجمات دونك هناء نبدأوا نفكروا في المواصفات وهناء رشيد كلا حد في الدوماتش الاخرانين تلك البيتصان لعب ثلاثة اربعة مدافعين خاصة اللي لا تروهم تاعوا يطلع فيهم برشة دونك يحضر فيهوش ناميبيا يعني على اجابة على سؤالك الميليوتران وانا اش قلت قلت مستواهم الكل متقارب لكن امكانياتهم تختلف السخيري لا شك ولا جدالة فيه هذي يقول نهلك لماذا هذي السخيري مش يكون موجود قدام الديفونس اي اللي بحثي يشكون تحط بالرمضان نقول لك ممكن تحط بن سليمان نقول لك ما تحط رفيع نقول لك ممكن تحط العيدون نقول لك لا مش ممكن لانه مش يوليو يلعبوا باربعة مدافعين معا قدامهم الثنين ميليوتران بمواصفات دفاعية العيدوني العيدوني كانجل ماتش مع المالي ولا مع الكوديوور العيدوني بش يكون اساسي رقم واحد حسب تفكيري لانه عنده قوة بدنية دفاعية يتنجم تعمل عليك الصراعات ثنائية انتي في ماتش ناميبيا مطالب انك تصنع اللعب وفي صنع اللعب يزمك تنحي واحد من اثنين يا سخيري يا عيدوني وتحط ملاعبي يشد كورة اكثر في ساقيلي هو بروفيل عند شكون عند بالرمضان وهذا السؤال الممتاز قعدوا لك ثلاثة ملاعبية ربي فضلك سي سامير ثلاثة ملاعبية قعدك بالرمضان وقعد رفعة وقعد بن سليمان تقتربنهم اثنين اكثر من هذا توظيفهم كيفاش لانه لما تحط سخيري وبحضيها بن رمضان وبحضيها بن سليمان اي شنو والادوار هم فوق الملعب نوك هنه تفكير او توظيف بتاع جلال انه بن سليمان او بن رمضان يكون هو اللي اورال مهاجم اللي نبعت ان احكيوا عليه اكثر من هذا بيش تكون العملية مدروسة وفما توازن خطر مش تلقى قدامك خمسة ستة مدافعين في الميلوتيرا يدافعوا مع الاربع مدافعين تلقى اربعة خمسة نوك اوتوماتيكمو اذا كان لعب العاشوري ولا لعب يوصف المساكني بيش يقوموا بادوارهم التموهية يعملوا فيها الفلوب افريكا ونشحوا فيها في شطر اول من الموسب اللي بسام وملغالي طيب مزياني ولا غيره ولا حمدي يعمل هكا يدخل من تيرا بولي بيري اكلي كل وار خاصة تلك شريطة ومعلول دونك هنه يولي فريقنا الوطني متكامل وعندو اكعنصر المفاجأة باي يعني هوني الديسبوزيتيف سيويش نعبو كاترواترواء وإلا كاتدوترواء وإلا كاتدوترواء إلا وإلا أبش نسك على كاتدوترواء وإلا الملعب السخيري وقدامه زوز وإلا زوز وقدامهم ديس مهما كانت تختلف ما يزيدوا شاي وما ينقص شاي بنسبالي كنتي حسب كيفاش تتعامل مع الماتشويت شفت أنا في رق وطم بعد نحكيه عالكاتكادو ونحكيه عالكرواء سيويش نحكيوها دونك أنتي وتوظيف الملعبية فوق الملعب عمبي موراد ما وفقتوش في نقطة متاع العيدون عندك ما تعلق في نقطة هذه أنا يظهر لي صريح نجمو نوافقه سامير في الكلم اللي قالوا على المصوى التكتيكة على المصوى الخسال متاع الملعبية معنا فهم اللاعبي يلي كفاب شيخ الكورة ويلي اليمين ويخدم في بناء اللعب وفهم اللاعبي نقطة قوت واكثر في أنه يكون لاعب يقص اللعب المنافس والعمليات المنافسة لكن أنا بالنسبة لها عيسى العيدوني حذوره على التيران مهم مش من ناحية ناحية التكتيكة والفنية لكن من ناحية الروح أنا نعتبر وأنه وقت يبدأ في فورما أنا من نكذب متبعتش شوفتوا مع أونيون برلين من مش أحسن فترة متاع مع أونيون برلين ولكن نعرف قيمة العيدوني حسب معلومات التي عندي في التدريب ستن جانيور الكيب بالعيدوني والكيب بلاش لعيدوني مهيش نفس الكيب الياس خيري أنا من لعبية اللي نعتبر وموافق سيمير إلى 100% هو الوحيد اليوم في الكيب ناشنال يجدي الوحيد مع التالبي اللي متجمش تعوض معنا في البوست هذك ما عندك حتى واحد خير منه وحتى حجم حمود ستون دوبلور وطم ميو في غروب سبع عشر أو ستون دوبلور وعادي معنا مش يكون دوبلور موجودة متمايز للي متمايز دليش قتلك مالور سمع بورليس خيري قدامه اذي مسلا اخر يبقى كمام انه فما واحد متنجمش تعاوضه مش من مستوى الفنيات وفي المستوى التكتيكي هو في مستوى الروح هو العيدون القدرة انه يهز لكيب انه يبدل الريتم سامير ونتعرف هذي اكثر مني ومش بركة بالقدرة متاع وبعيط في التيران هيا لولي دايش نايا دايش نايا الريتم تمال ليدرشي بنسبة للي عنده موجود ليدر تكنيكي ليدر تاكتيك معادي ما نقول فيه نتمنى ما بين دافريين وما بين القوسين انه زادة تكون الكوب دافريك متاع اللي الفرانشير كان مستويه طيب ما زلنا مرينيش المستوي اللي يقلب ترح رو حتى في البوست متاع ونجم يقلب ترح طبعا 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 خسير جو بوسكيت سيغ كل بفل اطرح مع باشر وسبانيا ويتوريا عاد اللي انا هكا الرأ في بداية الدورة برغم من الكلام اللي قال سامير انا في رأي الدبلة الصغيرة العيدوني تبني عليها المليون تيران خير من انك صغير عيدوني ثم هذا هو هو ملاح ذبرك في اونيون برجمين والله التكتيك العالمي في برلين في برلين اربعة واحد اربعة واحد تلقاه في الاربعة متاع المليون يسك راقوش في المات شويت ديفونسيف يلعب تيتولير ويخرج المليون في المات شويت بنذافرين سهلين راو العيدوني ما لعبش عليمين 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 وانا موافق وحتى مباراة تفرجت فيهم مش البوست متاع عليمين في البربعة خطر تم وجهة نظرة تقول انو مثلا عيسى العيدوني يلعب في البوست راو ليردرو في اونيون برلين وبالتالي يلعب يلعب هو المدرب متاعهم مستحق له في بروفيل معين بشي سكر في حاجة معين لله يعني انو هو بش نخجو في فصل صغير ثم بش نكمل ديباء امتان بش ناخدو وجهة نظر رشيد زمر لي هلا ربعتين تلاثة واحد ممكن او بعد الفصل بعد شوية نكمل في سبوغ بلوس مع اي من زروق على اي احلى غاديو سبوغ بلوس مع اي من زروق على اي اي احلى وسهلا مرحبا من جديد من زلنا موصيف الحديث على وسط الميدان وكيف نجكون تركيبة المثالية سواء على الامور التكتيكية او كذلك على مساواء اختيار الاسم رشيد زمر يلعبوا الاربعة اثنين ثلاثة واحد دي ما اقولوا بالنظر على الاسم والخصال الملاعبية يناجم يكون مثلا بالرمضان ولا بن سليمان ولا حمز رفيع وراء المهاجم وقدام سخير يعيدوني في نفس ليني شنو رأيك في التواجه التكتيكية هو يناجم هو الافنتاج لعلى المجموعة ذايا سورتو لعب اللي هم يلعبوا البر كيف مننا اللي مليف يلعبوا البر مرتف ان البر ومت مرتف الناس اللي لديهم تقدم انهم التكتيكية من جمع الهاتف لا لديهم صور رجية يناجم اللي اللعب في 3 1 اللعب 4 اللعب على anza ومت اللعب اللعبة الداعب بين الوسط يجب علي المعبّرابي على الأفضل ستح في الملعبّا لنبائّ بطبيعة العلويات لأن لا يوجد العلويات لنفيد تتحول معه أبر تعليم الوضيفة بطبيعات مخيّرية لطبيعات المنزيلية التي يتمكن أخرى للمجلك المنزل بعدها أو لنهي نعام بطبيعات المخيّرية انظر الوضيفة في ال Ryte 2 3 1 نعام بطبيعة المعنزل فيما يجب أن يسيره الأمر بكبتب جيمب الإدن ويتس لقبت باح continued يبت منها سيس محمود ويجب أن يجب أن يسيره ويجب أن ينحن أن تشيره الأمر بشكل ملتفر ونجمة يقب أن يمكن أن يكون حياة الأمر بشكل ملابع يجب أن يكون حياة الغابة تنجمة أن يشوف من السليمين ما قلت أن يشيره في القلوار رمضان ت أشتركه في القلوار والأشتركه إلى الأزرار التى ميتامى يوسف ان يتركه إلى أشتركه إلى الخير لذلك الخيارات موجودة للشيما هو تم برش محلين فنيين اقترحوا هالنقطة دي متاع يوسف المساكني اللي يلعب وراء المهجل نجم يصغلوا في وضعياتهم معاين اللي العبنا بها نيجيريا ثم النهائية وماركا هو كلكوجيني متاع يوسف المساكني وداير الاكسبريانس متاع الكمبيتسيون اللي فاتت خاطر كانت تذكروا معناها هالعدد الكبير تاع الجوارات اللي مرضوا بالكورونا خليتنا لكل أسبوع نلعبوا بتشكيلة نوع وبلوز وموى مانتا انسيت ادابتال للوضعيات صورتو في ماتش نيجيريا معناها اللي هو ستتالو ماتش ريفيرانس دونك ماشا علاش في الكمبيتسيون ذايا ينجرم صورتو مانتا برابور للكاليتات دي الادفرسير اللي هما مختلفين برش على بعضهم وقويتهم مختلفة على بعضهم نتخيل اللي في كل ماتش بش يمشي ويجرب دو ولا تروا ديس بوزيتيف في البرمير تور بش يجرب دو ولا تروا ديس بوزيتيف في الوسط حمزة رفاعة كيفاش نجمو نستغلو الخصال هجوميته اكثر لاعب تقريبا في اللي سن بتاع الميليوتيران عندو توجهات هجومية خاصة انك يلعب مع فريق الليتش نجمو يبدأوا الزوز وكل واحد في شيرا ينجمو بو مليوم عشور ينجمو يكون هولا تيتوليرا نسكويتابل في الفلان قل ديمي لمحال ما بن سلمان و رفاعة ينجمو يكون على عكس ساقيهم يلعبوا كما قد نعبوا في الانديام تاحهم صوتو حمزة رفاعة يلعب على العكس ساقيه في الليتشي ويليه يلعبوا كما تسمى بيهي برابور الاشفر اللي يعمل فيهم غاديك تسمى بيهي عنك ما تعلق زادة على الرفاعة في دقيقة خبش نكملو ونرجع فالساعة ثانية يعني كاملو ديبا اللي تقالتوه يليه امبيوالان خطرحنا عنا اشكال زادة انو عنا عنا عدد من الملعبية صحيح بوليوالان بسي بيانو يكونوا بوليوالان لكينا يظهر لانو عدم لفات انو متركزوش في بوست معين قاعد يعيق في الكارير متاحب بالنسبة لي نفس الموليح ذا نسوقها الحمزة رفاعة كحنابع المجبري بهي البوليوالانس صغير تو حنابع سيفالابل حنابع لعمر عشرين سنة جو بانسي بمزال عندو عام عمين بشرك ساقي حمزة رفاعة اكبر شوية كاملو وروا بداية كنوميرو ديس ومباعنا تبعت ومن وقت كنا في الليجيون التعليون بشي الليوفي معرفوش مليح مهاجم مش مهاجم يلعب ورال مهاجم بساعد فالكلوال توا يبدولي يبدولي حان الاوان انو انا بالنسبة لي ام لايعبي بتاترينا كلاسيك شوية عندو اين دو فوست معنا دو شما تاكتيك يا فهم روحك يا اخيوين تلعب ايش نحنا زادة نفهم روحنا عش نقوله وش نسئلهم معناه بقيموا ماقولوا رابوراد بصراحة ايه بش نكملو نحكيو على الموضوع ده يمزال عنا ما نتفرعوا اكتر في خصوص موضوع وسط الميدان في الساعة ثانية زادة مراد زغيدي سامير سليمي ورشيد زنالي بش نحلو فروع بش نحلو فروع اخرى متاع اسقلاء يعني ارشيد ومراد وسامير بش يعطيونا التشكيلة المثالية متاحهم عبارة انتي تو عندك الليستة ترح بلاي ستيشن شكل حديش اللي تلعبوه مش نيش شي ما اللي تبدأ به اخبار الثمانية متعلير ورجعين بعد شوية في ساعتنا ثانية من سبوركوس اشتركوا في القناة